مهذّب وكريم وصبور وحليم ولطوف وعنده لطيف وعنده بعدين لياقة واتكيت في التعامل أجاه فوضى لا 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 هذا تعب كثير عن نفسه كثير كثير يتحمل هذا عشان يهذّب نفسه بالإزميل هذّبها تهذيب بثلاثين سنة يهذّب نفسه هناك ناس أنا الله سعدني بمعرفة بعض إخواني في حياتي قلّة على الأصابع قبل أن يتكلم الكلمة يزنها مرة ومرة وثلاثة ولذلك أنا أعرف يعني على الأقل أنا في ذهني ثلاثة من هؤلاء تعيش معها ثلاثين سنة ولا مرة حصل أنه جرحك بربع كلمة ولا غيرك ما هو التهذيب هذا هذا ليس سهل خلاف ذاكي الأحمق فالت الرسن أبوش رأسك سامحني غلطت يا سيدي غلطت ماشي لحد وبكرة ليب أبوش في إفيدها أسامحني غلطان فيه 24 سيغلطت في الناس وبوش في الروس عاش في مذلة وسيموت في مهانة صح ولا لأن الإنسان كما قال فالت الرسن هذا كرمكم الله مطلوق عن الناس حتى عشان تكون شخص أخلاقي قبل أن تتكلم قبل أن تكتب كلمة لواحد زنها مئة مرة ينفع ما ينفعش كيف يمكن يفهمها مهما كنت غضبان ومختقنا لا يقول سوف أندم وهو لا يستحق مني هذا أضبط أعصابي أنا قليلا تعبان اليوم أنا تعبان لماذا؟ هناك شيء في البيت متعبني مشكلتي مع زوجتي أربعة أيام متعباني ابني الذي رصب في الامتحان متعبني أنا أعرف يجعلك واعي بنفسك أنني أنا تعبان قليلا فعشان هيك لا يجعل أخي الكريم هذا أو هذا الإنسان الفاضل ضحية لمشاكلي أضبط نفسي مش حكتب له مش حكتب له الرسالة مش حرد عليها فحبت كيف أنت؟ هيك الحياة شوف المتنبئ الرائع ما قال عاد رائع حكيم هذا رجل حكيم وعنده حكمة كثيرة في شعري ما قال ما مجرد شعر هكذا قال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجوع يفقر والإقدام قتال صح؟ لو كل واحد ممكن أنصير كريم من غير ثمن طب متى تصير كريم من غير ثمن لما تكون إله عندك خزائل لا تنفذ قلت لك مليون عشر تلاف عشر تلاف لو عملت هيكة وأنت هيكة بعد بكر ستصير فقير ستصيرت مد إيدك لأعطيته ونقول لك ما عنديش والله ما عندي علي الطلق ما عندي وهم عندهم صحة ولا وتبدأ تندو بحظك العاثر فالمتنبئ قال لك ما تقدرش وتكون كريم ببساطة واللي بدي كون كريم بدي كون مشتعد نصير فقير ما رأيك؟ أنا عندي خال خالي أخو أمي رحمة الله علي خالي وحيد رحمة الله علي حقوا قالوا لما كان في بداية حياته في المملكة السعودية كان من الأغنياء لا أدري كم ألف رأس عندهم من الماشية ومات فقيرا أفقره ماذا؟ الكرم كل من حط عنده ينحر له إنحر إنحر نحر ما له رحمة الله معروف كان بالكرم مثل في ناس أكثر منه بكثير في ناس هكذا الجود يفقر لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدامه تحب تكون عن ترا عروة ابن الورد ليس سهلة تنقطع راسك ممكن روح وجرب بعجلك بطنك قال لك فد روح راح ما رجعش مسكين البقية في حياتك للأرملة راح هو وبقية الأرملة فالمتنبئ قال ليس سهل أن تكون بطلا ومس سهل أن تكون كريما ومس سهل أن تكون عالما ومس سهل أن تكون مقاوما وأن تكون قاعدا وأن 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 ليس سهل قال ليه متنبي ليه أحمد اسمه أحمد قال كل شيء عنده ثمان ليش الدنيا شريرة لا بالعكس الدنيا حلوة والله وكله بمبي من أجمل ما يكون هو هيك هذا جمال الإنسان جاء أن أكون بشرا افترض العكس انتعاد كل شيء يتهيأ لك ويتسنى بمجرد التوجه أنا وقفت اليوم زي ما وقف هذا وهذا أحب أن أقوم أذن لهم ليش هذا السعودي يعني أحسن مني أذن بمقام حجزة جميل جدا الله تطلع معاك أحلى ما يكون عبد الباسط طلع معاك بسؤول بعدين بدي أطلع على المنبر أنا وأنتفه بخطبة ما حصلتش طلعته ليه تعرف ليه لأن كل ما تقرأه تحفظه وكل ما تقرأه تفهمه ولا تنساه ثم لا تتعب تقعد تثني الركبة ثلاثين ساعة لأن أعس لا تعب اثني الركبة واجيب الكتب كم قرأت اليوم والله ثلاث تلاف صفحة الحمد لله وكله محفوظ لو كان الأمر على هذا النحو أنا أقول لك لا أنت ولا نحن سنرى فيك ما يوحي لن يراك أحد بطلا صح؟ تخيل أنت إنسان متعب بلاش عشان بسطر أقول لك ليش مش بطل ستقني ولا فيها شيء لو وجدنا ملاكما رأينا ملاكما أول ما قفز على الحلبة وقدام الخصم تبعه قال له هيك الضرب القاضي عجل حكم رفعه ستحبون هذا البطل أم تبغضونه مش هتحبوه هتحبوا تحضرون له مرة ثانية لا البطولة فيها ماذا؟ مصاولة وفيها عقبات وفيها تحديات وفيها توترات وفيها حديغب ونستثار صح؟ لو شفتوا واحد عداء دخل ميدان العدو وإذا به كالغزال وفاة الأرنب وبعدين ما رجعش طال وطاير راح تقل في الصحراء ما هي البطل هالي؟ ولا حدا حيجيبه ثاني مرة أي تسابق ما عملش عنه توتر التوتر أنا بحكي كلام علمي انتبه أمثل عشان عشان ما تنسوهاش التوتر شيء مهم وجميل في حياة الإنسان نحن أقول لكم كيف تتوتر أنت أنت لا تشعر بشيء إلا بالتوتر ولا تنجز على فكرة ولا تنجز رأي قعدتك تسمع الخطبة الثقيلة المملة هذه الطويلة بتوتر في توتر طيب فهمنا اسمعنا شغلات حلوة وشغلات مش حلوة بدنا نشوف ما أريد أن يختم قال لنا فيه شغلة مهمة كثيرة هنا في توتر لو هذا التوتر يزال بالكامل يعني عارف أنت ينقطع الوتر ونتعرف التوتر وقول لك واه لو انقطع تكر بتقوم أحملوني أحملوني وتقول لي باي باي مش هرجع لك مرة ثانية تعبان روح توتر الإنسان يعيش يا إخواني هنا ادخل في علم نفس التعليم وعلم نفس الفيزيالوج وكذا وادخل بتشوف كيف الإنسان يعيش بالتوتر بين القطبين الكون كله يعيش بالتوتر الموجات موجات صوتية كهرة ومغطسية كلها قمة وقاع ولا ما الصحيح البطولة هذه توتر صح ولا قرب لا يغلب لا انغل هذا الشيء الجميل ولا ما الصحيح المقر بدأ يقر عدوا انقطع نفسه إذا انقطع ها ها نرثي له ويمكن الشمت فيه لكلنا لو أماء بعض الناس عنده سعادة لئيمة يجد السعادة في أن يشبت بالآخرين انبسط قال لك نفسه قصي انبسطه هم عنده اشتفى صغالة الثانين يعني يحزنوا من أجلك لكن ايوه عبد البسط شد ايوه طلع طلع آه الجواب الجواب آه شعرين آه الدموع بعدين نزل القرار آه بكينا آه صح؟ هذا الجمال طب لو واحد عندما طلع طلع لك بجواب آه وظلوا جواب من غير قرار هتقول هذا أهبل هذا هذا المقرأ أهبل أو المغني هذا أهبل صح؟ ماذا هذا؟ بسم الله من أولا جواب طالع وما فيش قرار ضلوا جواب وبعدين يهابني ما فيش بكاسار صح؟ لما بصير فيها فنالانك قرار قال لك تقشعر جلودهم أو المصحيح ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله توتر تنشن توتر شهيق زفير كم أخذ في كل شيء لما تأتي أهلك توتر لما تدخش الحمام الضوء توتر الأكرش كل شيء المشي أنت لا تمشي إلا بهذا التوتر وما الصحيح صح بتقدم قال بس وإنت بتقدم لازم توخر الأخرى ولا ما الصحيح لازم بهذا التوتر بين أمام خلف يتم المشي ولا ما الصحيح كل الحياة كل الكون يقوم على هيك اليان واليان السالب والموجة ولا ما الصحيح توتر إذا ما في التوتر حياتك ليس لها معنى فحدقول لي آه معنى إحنا لازم نسلم موضوع الجنة شخصيا سلمت والله لأنني أنا مرات بعقل البشر الدنيوي بلاي الجنة مملة جدا جدا كثير مملة أنه كل شيء موجود وما في شيء تعب وكل شيء واضح وكل شيء شفاف أنت عشان تشوف ممنوعكم كل شيء شفاف صح أنت تخيل لو كل شيء شفاف ما ستشوف ولا حاجة ولا حاجة طبعا أنت عشان تشوف ما في الشارع هذاك لازم تكون نافذة شفافة واللي وراها معتم ليس شفاف لو كمان هو شفاف والوراه وراها شفاف ليس ستشوف حاجة ستصي ليس شفاف حاجة صح تفهمتوا علي فزيائيا فلا هذه الدنيا تمشيش بس بالنور وبالعتم أيضا تمشيش بالعلم واحده وبالجهل كمان تمشيش بالقوة وبالضعف كمان واضح تمشيش بالحياة وبالموت كمان تمشيش بالأب وبالداون كمان زي ما فيه القصص كمان عقدة العقدة وبعدين بيجيك الجواب حل العقدة هذا العالم الإنساني هذا معنى علشان ستقول لي وأنا فهمت على فكرة فهمت سؤال طرحته أنا لم أقرأه من طريحا على جنب ولا على ظهر والسؤال هذا بس أنا طرحته وجوابه لقيته عندي وقيت واضح ليش منظموا المباراة العالمية البوكس المصارعة الكذا الكيك بوكس هذولا قتال الشوارع ليش لم يجبون لناش واحد زي أبو قدوم سمعته أبو قدوم المصري روح بحثوا عنه مش عارف كم ألف أحصان قوة قوة إشي مرعب مرعب يحملك ألفين ثلاث تلف كيلو وبساطة هكذا يلعب فيه إشي مرعب اقرأ في كتابة كاملة وفي عنه يوتيوب 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 أوا إشي مرعب مستحيل هذا لا في مصر طبعا وأكيد مش في أمريكا في أوروبا يطلع في حلبة هذا مش بطلع لا بصارع ولا بلاكم هذا هذا بطلع بنخذ ينخذ فأنت تموت تخر لليدين ويلفمي تخر لليدين ويلفمي ميت كذا ولا واحد من منظمين المباريات وعيونهم عليك طبعا المال يفعلون هذا لأنهم يعرفوا أنه هذا لا يستثير الناس ولا مالصحيح يا طلع النقار هذا طلع نقاره مات الله يلعنه يلعنه بس ويلعن النظر المباري رأى عليه خمسين دولار الله يلعنك ويأتي لنا نقارها تك انتهى لا بدها هكذا ناس بدها بطل قابل أن يهزم صح تايسون هزم محمد عليك هزم ريزر هزم بدها بطل قابل أن يهزم القابل أن يهزم حين ينتصر يحقق البطولة فهمتوا هذا معنى البطولة الروبوت أنت أنت تستغرب مثلا من أبو محمد ولا تستغرب من جوجل من أبو محمد جوجل لا تستغرب منه تستغرب منه فلحظة يأتي بك إياها ملعون من جوجل تكتبوا كل ما يأتي بك الثانية صح؟ وليس صح والله قرأ الفراسي ما يا قرأ معروف هي تشك 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 يأتي بك إياها أي حادث أيها بتشعر في لحظة يا با يا ما أوسع هذا ما دماغه هذا مين هاللي رباه لا أنت لا تستغرب من جوجل تستغرب من أبو محمد للبشر الذهن محدود وقابل أنه ينسى ترجمة نانسي قنقر